حوار بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل ينتج عنه توقيع اتفاق لا يعترف به الطرفان أكثر من عشرة أشهر على توقيع اتفاق الصخيرات الذي لم يزل يلقى معارضة كبيرة من الأطراف التي من المفترض أنها من وقعت عليه دخل على إثرها المجلس الرئاسي الذي كان قد اقترحه المبعوث الأممي السابق برنردين اليون إلى العاصمة طرابلس اتفاق لم يكن ليصمد حسب مراقبين لولا الدعم الخارجي الكبير الذي حظي به من قوى إقليمية ودولية فبعد ستة أشهر من دخول حكومة البعثة الأممية إلى طرابلس لم تزد الأوضاع السياسية والاقتصادية إلا تأزمة وباتت تلوح في الأفق معالم الدولة العسكرية التي اتسعى نفوتها في المنطقة الشرقية على حساب سيطرة المجلس المنحل وسط كل هذا أعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني العام عوض عبدالصادق استعادة المؤتمر لمقراته السابقة ودعا في بيان له حكومة الإنقاذ الوطني لمباشرة أعمالها من داخل مقارها الرسمية بسبب ما سماه فشل المشاريع الوهمية ولقطع الطريق أمام المؤامرات الدولية والمحلية تحركات المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ أوجهت ببيانات الإدانة والشجب مما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة وأيضا المجلس الرئاسي المقترح الذي اعتبر هذا محاولة لعرقلة تنفيذ الاتفاق وحذر أي قوة خارجة عن شرعيته من التعدي على مؤسسات الدولة تحذير وتهديد يرجع إلى الأذهان ردة الفعل التي أعقبت هجوم قوات مجرم الحرب حفتر على ميليشيات الجدران التابعة لشرعية المجلس المقترح تطورات سياسية متسارعة تلقي بظلالها الثقيلة على ما تبقى من آمال في إنعاش اتفاق الصخيرات